شكراً إلي كاترين نبدأ الصحف مع صحيفة الأخبار وتحديداً ما كتبه غسان سعود تحت عنوان المستقبل يغطف طرابلس أريد الأمن والسياسة والإنما يقول غسان سعود في مقتطفات من ما كتبه قبل ثلاثة أسابيع عمدت مجموعة من الملثمين إلى قتل مواطنين وإصابة ستة آخرين بالرصاص في أقدامهم في أحياء مختلفة من مدينة طرابلس ظن كثيرون يومها أنها دفع إضافية أو دفع عفوا إضافية ضمن الحساب الدموي المفتوح بين تكفريي المدينة وعلويها إلا أن الغرف الأمنية لاحظت واستتكدت من شديد أن الضحايا هذه المرة لم يكونوا علويين وتجمع غالبيتهم علاقة ما باستخبارات الجيش أمس أعلن الجيش في بيان رسمي أن عبوة ناسفة كانت مزروعة إلى جانب الطريق في منطقة البحصاص انفجرت أثناء مرور دورية تابعة للجيش في ظل معلومات غير أكيدة عن أنه الاستهداف الثاني للجيش بالطريقة نفسها خلال أقل من 48 ساعة ما يؤشر إلى حجم التطور في المواجهة الطرابلسية الجديدة بين الحادثتين يقول سعود يسجل ميدانيا انتقال الحرب في شكل واضح وعلني من مواجهة بين بيب التبيني وجبل محسن إلى مواجهة بين عشرات المجموعات المسلحة والجيش واستهداف المسلحين المباشر للعسكريين ونقلات الجند والحواجز بقذائف RPG والرمانات اليدوية والإينيرجا يضيف المعطيات الأمنية الجدية تشير إلى وجود مجموعتين رئيسيتين تقاتلان الجيش في طرابلس اليوم تضم الأولى مجموعة داعشيين والنصرة والمولويين نسبة إلى شادي المولوي وقد عززت صفوف هؤلاء في اليومين الماضيين بأكثر من مئة مقاتل يفترض أن يلتحق بهم نحو مئة إضافيين فور مغادرتهم المستشفيات المختلفة حيث يتلقون العلاج ويترأس الثانية عميد حمود الحريري الهوى الذي ما كان ليدخل المعركة لو لوجود قرار مستقبلي من دون إسقاط المصادر من حساباتها أن دفش ريفي لحمود يرمي ربما إلى جر التكفريين إلى معركة مع الجيش تنهيهم بالكامل وترح المدينة منهم وتحقق المطلب الأمريكي من السعوديين بإنهاء المجموعات التكفرية خارج سوريا ولا يكون ريفي مستاء بحسب أحد الخبثاء من أن يلقى حمود مصير التكفريين أنفسهم جراء محاولاته المستمرة اقتطاع جزء لنفسه من جبنة ريفي الشعبية والمالية يضيف غسان سعود يلعب تيار المستقبل بنار حقيقية هو لم يشهر سيفه لقتال التكفريين كما كان كثيرون يتوقعون ولم يرفع الغطاء عنهم بل يعرق العمل الجيش واطعا عصيا متعددة في دواليبه دواليبه والأسوأ من هذا كله أنه يوفر الغطاء السياسي والسيارات والاستشفاء لتكفريين لا يريدون سوى تفجير أنفسهم ناقلا بذلك الأزمة السورية بوضوح إلى الأراضي اللبنانية ويختم لا معنى لكل ما تشيعه أدبيات المستقبل وحلفائه من اليوم وصاعدا عن تدخل حزب الله في سوريا حزب الله يرسل مقاتليه من لبنان إلى سوريا في متيار المستقبل يحضر المقاتلين من سوريا إلى لبنان لا بد أن يلاحظ الرأي العام الفرق كل تصريح حريري يصدر من هنا وهناك تتجاوز كلماته وعبارة هؤلاء تكفريون يفترض بالجيش أن يتغداهم قبل أن يتعشون جميعا هو مناورة حريرية ترمي إلى حماية التكفريين وتبرير أفعالهم وإطالة أمد الأزمة في الإطار نفسه كتبت البناء في المنشات تقول يستعيد مرجع ديبلوماسي ووزير خارجية سابق ما سمعه من وزراء عرب عن معادلة سعودية سوق لها أو صوق لها في الصيف الماضي وتحدثت عنها قناة العربية مرارا بصفتها رسالة سعودية قالت أنها وصلت إلى حزب الله ومضمونها أن حرب القلمون مقابل إشعال طرابلس ولم تكن معارك قارة والنبك ودير عطية قد بدأت بعد لترسم قناة العربية وينقل الوزراء العرب معادلة قوامها أن مشاركة حزب الله في حرب القلمون لإسقاطها من أيدي المسلحين ستعني إسقاط جبل محسن بيد مسلحي طرابلس يربط المرجع الديبلوماسي للبناء بينما دار على مسامعي في الصيف وما سمعه من ديبلوماسي عربي قبل أيام قليلة عن أن القلمون لم تسقط بعد فيبرود على أهميتها لقربها من عرسال التي تشكل خط الإمداد الرئيسي لريف دمشق وبالتالي إبقاء فرص الضغط على العاصمة السورية يمكن تعويدها في الزبداني التي تقابل بالمسافة نفسها مجد العنجر المؤهلة للعب دور مشابه لعرسال إذن وصلت الرسالة لحزب الله واعتبر أن معركته تنتهي مع يبرود وإلا فأن تدعية الوضع في الشمال لا يمكن السيطرة عليها وسيؤدي ما وصفه الديبلوماسي العربي الكبير بحال الاحتقان والغضب من الشعور بالهزيمة ستنفجر بصورة تصعب السيطرة عليها أشارت صحيفة الديار في إطار آخر إلى أن الدعوات إلى حضور طاولة الحوار شملت تسعة عشرة شخصية شاركوا في طاولة الحوار السابقة مضافا إليهم رئيس الحكومة مام سلام كما أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وجهت دعوة أيضا إلى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ولفتت في سياق آخر إلى أن كلمة سليمان في القمة العربية ستركز على إعلان بعبدة وموضوع النازحين السوريين كما سيلتقي السلام وسليمان العديد من رؤساء وملوك الدول المشاركة في المؤتمر على أن تعقد جلسة للحكومة نهار الخميس للبدء بمعالجة الملفات المتراكمة وسيكون في أولويات عملها تعيين نواب حاكم مصرف لبنان رياض سليمي الذين تنتهي ولايتهم في 31 أدار هذا بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات وأيضا في إطار آخر نقلت صحيفة الديار عن مصادر نيابية في تيار المستقبل تأكيدها أن قوى 14 أدار ستباشر اجتماعاتها خلال اليومين المقبلين للتوافق على اسم مرشح 14 أدار وخصوصا أن البلاد ستدخل في 25 أدار في الموعد الدستوري لانتخاب الرئيس بين 25 أدار و 25 أيار ننتقل في الصحف العربية إلى الوطن السعودية التي تقول أن مصادر لصحيفة الوطن كشفت عن أن نظام السوري زود حزب الله بسلاح متطور وهو عبارة عن صواريخ متوسطة المدى مشيرة إلى أن تمرير شحنة الصواريخ إلى حزب الله حصل ليلة ضرب القوى الجوية الإسرائيلية لأجزاء من قطاع غزة في التاسعة من مساء يوم 13 من شهر أدار الجاري في عملية جديدة تؤكد مواصلة الجسر البري الذي يلجأ له الحليفان في عمليات تهريب السلاح الذي استبقه نظام دمشق بعمليات تمرير لأجزاء من ترسنته الكيميائية إلى النظام العراقي أخيرا مع الصحف الأجنبية وتحديدا The Financial Times التي كتبت فيها أريكا سولومون تقول أن صراع القوى السياسية في منطقة الخليج كان له تأثير على المعارضين للرئيس السوري بشار الأسد تشير إلى أن السقوط يبرود ليس سقوط آخر معقل للمعارضة المسلحة على الحدود اللبنانية فحسب وإنما هو مثال على كيفية تأثير الصراعات السياسية في المنطقة على الوضع الميدني في سوريا وكيف أن اختراق صفوف المعارضة المسلحة جعلها غير قادرة على القتال وتنقل الصحيفة عن عناصر من المعارضة المسلحة قولها أن يبرود لم تكن لتسقط لو لا التنازع بين السعودية وقطر وهما الرعيان الأساسيين للانتفاضة في سوريا بحسب طبعا صاحبة المقال هذا كان كل شيء في الصحف فاصل أعلاني نعود بعده إلى الحدث مع الزميلة كاترين حنة